يا اهلا وسهلا اميرات الغاليات كيف حالكم تقول ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية جبت لكم فيديو جديد الفيديو دي اليوم غاديكون رائع جدا كله نصائح لي خاصة فقط بالنساء نصائح دي اليوم غا تكون كلها طاقة ايجابية كلها حماس كلها انوتة يا احلى اميرات الفيديو دي اليوم كذلك غا نشارك معكم في واحد مفاجأة رائع جدا ولي بطبيعة الحال غادي تكون شفتوها في العنوان او لا تكون شفتوها في البروفايل ولكن بغيت نعبر بغيت نعطيكم ما يفيد في هذا الفيديو هذا وبطبيعة الحال الفيديو دي اليومة هو كان تحت طلب ديال احلى واغلى واجمل اميرات ومتتبعات القناة ديالي فما عليكم الا تخليوا لي اللايكات ديالكم تعليقاتكم جميلة وحبكم لي يا راه خارج من القلب وكيفصل القلب يلا لا نطول عليكم بزاف نبدو على بركة الله الفيديو دياليومة والنصائح الشيقة والرائعة جدا اللي غا تشوفوها في هذا الفيديو هذا اولا وقبل كل شيء من بعد يوم شاق فالروتي المسائق سنعتمد على اول حاجة وهي النظافة من بعد ما كنسلي وشقاته مارات طياب الوليدات الجرى ضروري من اننا ندو شغلا نطرفولة انتسيفش كترتاحين مهم تكون عند فيك واحدة رائحة نظيفة فدائما كنقول لكم النظافة من الايمان والايمان مع صاحبه في الجنة يعني واحد الحاجة اللي مؤكدة وكيف ما قلت لكم غادي نعطيكم في هذا الفيديو نصائح اللي هي رائعة جدا وفيها كل موضة والرحمة للزوجة اكيد بزافة الاخوات كيقولوا لي علاش كتخصي دائما لكلام للزوجة وقيتعودي هاد الهضراء للراجل فغادي نعود نقول لكم مرة اخرى ان المتتبعات ديالي فهما تقريبا 95% نيساء فكلامي دائما كيخص النيساء انا ما عندي تدخلة في الرجال بغيتكم انتوما تغيروا من نفسكم بغيتكم انتوما تهله فرازكم بغيتكم انتوما تغيروا من نمط الحياة ديالكم المهم وانا كنشارك معكم الروتين دهاد المساء هنا يا الزيت كنت عملتها في شعري في الليل دهنتها ومن بعد ما غا ندوش غادي نستعمل لك الزيت ديال الشعر لي من بعد الدوش المهم فقط كنشرح لكم وفي نفس الوقت كنعطيكم نصائح وبزافة الاخوات كيف ما قلت لكم كيبدو عليا وعليش انا خسني نهتم براسي على قبل راجلي وعليش هو ما كيهتمش براسه وعليش 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 بعض الالفاظ اللي كتجيني وماشي ديال المرأة الراقية الواعية ماشي المرأة الصابورة ذاك الشي عليش كنشوفوه انه كترة تطلق لا يصدر لا ينجينا ونجيكم كترات لانه الصبر ما بقاش فينا المو الشمع ديالنا ما بقاش كيصبر الغرور كتر تكبر كتر المرأة كتتعلق فيه انتفلق الراجل لا حوله ولا قوته الا بالله كي تقتل مع الزمن بزاف بزاف ديال المشاكل ولينا كنشوفوهم واتشي كامل على الصبر وعلى التكبر اللي في النساء المرأة كتلقوها دائما كتقول لك وعليش هو وعليش انا وعليش هو مستحيل تربي جيل مستحيل تولدي ولدات وتعيشي معهم زيانا وانتي كتحاس بي ديال علاش وعليش 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 المهم هاد السيغوم هادا دائما كنبارتاجي معاكم ديال كونيف كوزميتيك هادا دي الاطراف الشعر رائع جدا كنستعملو من بعد الدوش ومن بعد هنا كيفما كتشوفو عندي طيل اخضر هو الوردة ولا مقطر الورد هادو البنات كنعملهو ماسك الوجه ديالي سبق لي بارتاجيتهم معاكم مرارا وتكرارا وغنعود نبارتاجيه معاكم المهم لابود ديالي البنات تبدلات تقريبا 180 درجة البشرة ديالي تبدلت من بعد المرض ديالي ما بقيت عارفها واش دهنية واش مختلطة من بعد ما كانت البشرة ديالي جافة بزف وبدو كيخرجوا فيها حبيبة ترقاق مهمة شي كامل ناتج عن المرض بطبيعة الحل الحمد لله لي جات معنا الله سبحانه وتعالى مرحبا بيها من بعد البنات هنايا قبل ما ندخل الدوش ضروري من انني نزول الشعر الزائد الشعر الزائد البنات ضروري باش كوني انتخسك تكوني ناعمة ورطوبة وحنونة وبالزبط الحاجات الشيء الاساسي هو تحيدي الشعر الزائد ما تكونيش خشينة كوني رقيقة كوني ارطيت بقى المهم هنا عندي هاد الالة ديال الكيمي اللي بطبيعة الحال دائما كان اعتمد عليها تقريبا تقريبا عامين وانا كنتستعمل هاد الالة هادي المهم غادي نشارك معكم الريوصة اللي انا كنتستعملها المهم فيها بزاف ديال الرؤوس لكن ديال الوجه ديال الرجلين ديال الانف ديال يدين بزاف الحاجات انا كنتستعمل هاد المنطقة ديال و هاد الشفرة هادي المنطقة ديال متلا جيهة ديال الواجه او لا مهم انا كنعطيكم فقط فانا صراحة ما كنزوج الشعر من الواجه بصفة نهائية فقط المنطقة ديال الشاركة ديال الحجبان و ديال يعني المستاش مستاش 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 و من بعد كندوز للدوش او لا الحمام بطبيعة الحال كنشارك معاكم هاد شي كامل تحت الطلب ديالكم لانا تبارك الله كل يوم نهار على نهار كيدخلو مش شركة جداد كيبغيوا يعرفون نصائح كيبغيوا يعرفوني شنو كنستعمل بشعري في الجسم ديالي فمدة طويلة تقريبا ديال 10 شهور و انا كنستعمل هاد الشامبوان ديال الكريستال اللي بطبيعة الحال فيه البروتين فيه الكيراتين وفيه بزاف ديالي فيتامين صراحة انا هاد الشامبوان هذا عجبني جمعايا اللي كنتخديته من عند البرفيميري الشرف هنا في مدينة سطانجا 8 ديال لقام كاملة كانت ب350 درهم اما التقشير فانا غادي نقشر البشرة ديال الجسم ديالي بهاد الكوكونيت مغاربة احنا معروفين بالصابو البلدي والكيس وتسخل البلاصة احدى البرمة وتفرك هاد عادة فينا احنا المغربية و لو كان بعض المناطق المجاورة لنا هما كيعتمدوا على هاد الطريقة ولكن تقريبا جوج ثلثة المرات في الأسبوع و كان اعتمد على هاد المقشر هاد ديال كوكونيت و الوجه ديالي غادي نقشره بالمقشر ديال النعناع من عند كوني في كوزميتيك اما كيف ما كنتشوفو هنايا ازالة شاعر من الرجلين تحت الإبطين اه كان اعتمد على هاد الشفارات ديال اغيفلام و كانستعمل هاد الكريم هادا هادا صراحة هادي التاني مرة اللي كانستعملو مزيون غزال صراحة ما لقيتش عليه زعمال شي سلبيات و في نفس الوقت ما نقدرش نقول لكم انه شي حاجة اللي طاب من بعد غادي نستعمل جيل ديوش ديال نيفيا مهم لي جيل ديوشها البناترا كل مرة كنبدل و كل مرة كنستعمل شكل اما بنسبة للوجه الانتيم فانا كنستعمل هادا ديال كانديدكس ديال الحساسية والبشراء الحساسة اما احسن جيل ديال الوجه هو اسفر اللي شاركتو معاكم مؤخرا غزال 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 صالح اللي نحنا كبار و حتى الوليدات الصغر هادا البنات اللي اخذيتو بغير موشي حاجة اللي هي طاب ديال طاب و بزرد الاخوات كانوا خداوه من بعد ما شافوني بارتاجيتو في الانستغرام خداو عليه و شكروني عليه و رحموني عليه و راكم عارفي اني ملي كان بارتاجي معاكم شي حاجة الا و انها تستحق التجريبة و بطبيعة الحال مشي اشهار للشريكة انا كنشارك معاكم الحاجات اللي كنستعملهم مدة طويلة و كنلقع لهم نتيجة اللي هي مزيونة من بعد المظهر الداخلي ديالنا شنو كنعملو كندوزو المظهر الخارجي اللي كيكون فيه اما مكياج و اما ترطيب الجسم و اما الملابس هذا كامل كتسمى مظهر خارجي ولكن الاساس شنو هو هو المظهر الداخلي و القلب اولا و قلب لكل شي الشي تزوقي تحلقي تعكري تلبسي لكن القلب ديالك كحل او لا فيك السم او لا فيك الحقد من تجاه الناس عمر شي حاجة ما تبين فيك نصلحو الداخل ديالنا قعد ندوزو الثاني حاجة وهي النظافة بالنسبة لي انا اهم حاجة هي النظافة الشخصية اش خبارك من داخل؟ المزوق من برا ذا دل مرة كتجبرو البنت لابسة معك كرم حلقة مزوقة ولكن كتشموشي روائح منعودش ليكم نكشي لاش نعتمدو احنا النظافة الشخصية وهات الشي الباقي ديال الكريمات و منتاجات كيبقى وغي اشياء كماليات مش هي اساسيات هما فقط كماليات وانما الاساسيات انا سبق اللي اهدرت لكم عليهم بحل ديو دوغان بحل والحاجة اللي تنقي لكم الجسم ديالكم رطبنا الجسم بالكريمة عمنا جونسون بايبي القدمين اعزقكم والله المشارة ديالي بما انها حساسة بزاف حاليا انا قد لكم والتي حالتها مسكينة بشرة ديالي والتي كنشوف فيها مسكينة اياما والتي كنرشغي مقتر الورد او لمقتر الخزعمة فقط الشعر كان نشوفه بالسيشوار ولكن ماشي من مرض دوش مباشرة لان المسامات كتكون فتوحة في الدوش كان خرجو كانت عاود تشد لانا كي يضرب لنا البرودة في الراس اللي هو كي يضرب لنا في راسنا وكان عاودو نسخنو الشعر ديالنا بالسيشوار او مهم تخربق وذيك الشي كي يضرب في الراس ذيك الشي على الشاي نشوف شوية شعركم وحتى يبرد لكم راسكم عاد نشوفو الشعر ديالكم بالسيشوار كونش حال هادي كان نشوفو مباشرة من بعد الدوش مع البرودية مع السخونية راسي كان كي بقى يحرقني بزاف غادي نصيحة اعتمدوا عليها ومن بعد اخر حاجة غادي نعملوها وهي نجيبو البيسة اللي غادي نلبسو وبطبيعة الحال كتلبسو ديك شيل انتو ما كترتاحو فيه فقط اللي بغيت نوصل لكم هو كين بعض النساء اللي كي يكتبو بعض لي كومونتار عندي كتقول لك انا عليش انتصلاف هذا الرجل وشن هو كيعمل على قبلي وعليش غادي نعطيه وقتو وزيد 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 فمن بعد الزواج بزافة للرجال كيتبتلو بزاف العيالات كيتبتلو ولكن اي واحد كيتبتل من بعد الزواج كيكون عنده اسباب خاصة مثلا المره كتكون موعدها بزاف الحوايج وما كتلقاهو مش او للرجل كيكون كيشوف واحد المره ومليكي جيبها معاه للطار كيلقاهها مره واخورة كتبتل عليه ففي هاد الحالة هاد المره كتسيف على الرجل والرجل كيتسيف على المره ولكن احنا هنا في هاد القناة تعالى ممكن نهضروا كنهضروا على المودة والرحمة بالازواج يعني اي حاجة بغيت تعمليه على قبل الزواج ديالك ما تعمليهاش لمقابل ماديات ما تعمليهاش لمقابل انك كتبغيه وخصك تطيعيه لا اعمليه لمقابل الله سبحانه وتعالى اربي اذا شفتي في زوج ديالك شوفة الرحمة وشفيك برحمة اربيك نزل عليكم الرحمة بجوج بكم ديكشي علاش اي حاجة ما تعمليهاش مقابل ماديات او لمقابل طمع عمليها مقابل لوجه الله سبحانه وتعالى وانك تعملي ديكشي اللي امر بله سبحانه وتعالى وانك تبريه على الحلوة والمرة وطاعي الزوج ديالك واليوما نهار تاني جيت نشارك معاكم الفرحة ديالي اللي اللي لا توصف اولا وقب لكل شيء الفضل الكبير والاول والاخير كرجع لله سبحانه وتعالى ثانيا نرضات الوالدين حيث هي اللي كتمشينا في الدنيا ثالثا الحب ديالكم وطيقة ديالكم فيها واللي تقطوا في المصداقية ديالي وتقطوا في الكلام ديالي وتقطوا في سارة الابراهيمي شكرا لكم بزاف لوصلنا مئة الف اكيد كاملين بكم عارفين بلي القناة وصلنا في هال مئة الف ده بشي ربع شهور او لخم شهور والدرع دياليوتيوب الفدي ما طلبتوش ديك الساعة تعطلت على خديث الطالب ومن بعد ما طلبت الطالب وبصني الدرع مدة طويلة وسبحان الله كل مرة كنت كان لعمل شي مخطط باش نشارك معاكم الدرع كنقول يا اما شي حفلة يا اما شي عيد الزواج مهم كنت غادين نشاركوا معاكم في العيد الزواج ديالي ومن فالك السمانة هي اللي مرت بكورونا وده السعليا ومن بعد المرض مرض في مرض المهم على ايين وخاصة حراحة حسنا صاحبتي حرقات المراحل مهم مؤخرا البنات حسنا صاحبتي عيتمت سناء سارا شاركي معانا الدرع سارا بارتاجي معانا الدرع حيت كنت هي اول واحدة غدي تعرف بلي الدرع ليه اليوتيوب وصلني وكتبت لي كومنتر قتلي فوقاش غتصوري لنا المفاجأة ماجيت نجاوب الكومنتر ديالها حتى لقيت واحد القربالة في الكومنتر كل شي كي ألف من راسو صارا شنو هي المفاجأة صارا بارتاجي معا المفاجأة شنو كاين درجة ان لقيت عليا بزاف الإشاعات في ديك الكومنتر ما عارت راسيبش تبليز المهم حسنا راكي عارف اني منقدرش نعمل نفس الفعائل ديالك ولكن لا يسامح لا يسامح وخحرقت لي المراحل المهم هنا كنبغ تاجي معاكم شنو وصلني في هاد الدير عادة هادي واحد الكاغت فيزيت صغيرة لي فيها تهنيئة وهنا واحد الورقة لي كيهنؤوني فيها الوصولي المئة الالف والصبر ديالي والعزيمة ديالي لي كانت مدة طويلة دبرها عامين وانص وحنا في هاد القناة يعني ماشي سهلة تعطلنا على مئة الالف وخسر حمدة وحنا وصلنا ليها مدة بش وصلنا ليها ولكن كان اعترف براسي انني طلعت بدراعي انني ما هضرت بحد مش بتحد معايرت حد ما كدبت على حد ما نصبت على حد فهذا فخر كبير يعني بش توصل بدراعك وبالمجهودات ديالك فانا فخورة فخورة جدا براسي صار الابراهيمي وصلت للمئة الالف بعد علاقين طويل بعد جد واجتهاد بعد الصهير بعد المونتاج من بعد تعليقات سلبية من بعد تعليقات الإيجابية ودائما قد ما كنت كان نطيح وكان ميل وكان بغير نتضمر إلا وأن تعليقات ديالكم كانت كتعاود تحيني من جديد بغير وأنا فخورة فخورة بكم بزاف حيث وقفت معايا حيث وصلتني لهذا المستوى فأنا ما كان نكرش الخير وما كان نكرش أي واحد عملي أبوني من أول واحد تقفية عفتوا ما معنى تكوني لاحل القناة وحط فيديو واحد بدلا ما يتقفك ويخليلك أبوني فهدوك الناس بعد ما كيتنساوش وكان شكر أي واحد سواء كان جديد سواء كان قديم شكرا لكم على الثقة ديالكم فييا وشكرا لكم على الحب ديالكم ليا والحب ديالنا لوجه الله متفادل وحنا كيفما كتشوفوا هادو أنواع ديال الدرع كين الفضي كين ديال الدهب وكين الألماث إن شاء الله نوصلوا ليهم كاملين مع بعدياتنا وبالمحتوى اللي فيه كل إفادة والاستفادة وأي حاجة اللي تستفدوا منها وتاخدوها درس في حياتكم في علاقتكم الزوجية بطبيعة الحال أعرفين بلي كان أعطيكم نصائح من قلبي ووصفات اللي هي مجربة وبزاف بلا ما نشكر لكم رأسي رأكم عارفين اللي كين فربي شاهد علي وربي شاهد على كل واحد وعلى النيا ديالنا الحمد لله يا ربي كيفما قلت لكم والله العادي مقدمة شكرتكم مقدمة شكرتكم وخا من اليوم حتى الغضة وخا نبقى على طول العام كان شكركم رأه ما نوفيش لكم هذيك شي اللي عملتوا معايا والتيقة اللي تقصوا فيا كيفما قلت لكم رأه عرفتوا شنه هي أول واحد يعمل لكم أبوني وفي القناة بقى جديدة ويبقى ماشي معكم في المسيرة ديالكم ففضل كبير من عند الله سبحانه وتعالى والله وكان السند الكبير والكبير جدا هو الأم ديالي معايا مسكينة هي أول واحدة سنداتني والزوج ديالي ديتها هو وقف معايا باش تبدأ منظره باش تشري بزاف ديال الماتريال لتصوير بزاف ديال الحاجات ومهم هذيك شي ماشي هو الأساس الأساس هو أنني وصل لكم واحد المحتوى اللي انتم عجبكم واحد المحتوى اللي يلاقي بالمستوى ديالكم فشكرا لكم بزاف وكيفما موعدكم ووعدكم هذي مفاجأة كبيرة بالنسبة لي ولكن مفاجآت الأكبر جيد في الطريق إن شاء الله سوف أقتجي معكم كل مرة مفاجآة المفاجآت سوف يفرحكم إن شاء الله كيفما أنا فرحانة بهم وكيفما كيقول مثل كل حاجة كتجيب الوقيتة ديالها شكرا لكم بزاف بما أنني فرحانة ما تنسوش تخليولي أكبر عدد من لايكات باش تزيدوا تطلعوا لي المورال وتعليقاتكم جميلة وحبكم لي وشكرا لكم بزاف وللي اختكم علي والعقبة للدرع الذهاب علش الله